فتاة جميلة ذات خلق ودين ومن أسرة كريمة صالحة خلال ست سنوات ووالدها يرفض كل من يتقدم لخطبتها بعد أن يجلس معه وذلك لسبب لم تكن الفتاة تفهمه ويرفض أي نقاش في ذلك الأمر منها أو من أمها وإخوتها ويقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه اتقوا الله في النساء وأنا أتق الله في ابنتي كان يقابل كل من يتقدم لابنته وحده في غرفة الضيوف وبعد أن يخرج الشاب تسرع والدة الفتاة لسؤال زوجها عما حدث يقول لها لم يعجبني المهر ليس له نصيب في ابنتنا وهكذا كان رده مع أكثر من عشرين خطيبة حتى بدأ الحزن يتسلل داخل الفتاة وبدأت تغضو من أبيها لوقوفه في وجه زواجها خاصة وهي تعلم أن والدها لم يكن في يوم من الأيام يهتم بالمال بل دائما كريما وينفق الكثير على المحتاجين والأرامل واليتم وفي الحقيقة كان يسأل كل متقدم بطريقة غير مباشرة عن القيم وحسن الخلق وكمال الدين وبعد ستة أعوام على تقدم أول خطيب للفتاة حدثت معجزة ووافق الأب على أحد المتقدمين وتم بالفعل الزواج دون أن يذكر الأب المهر والغريب في الأمر أن الشاب الذي وافق عليه كان متوسط الحال بل وأفقر من الذين سبقوه لطلب يد ابنته ومرت السنين ولم ترى الإبنة من زوجها شرا أو ظلمة وإنما رأت كل الحنان والرفق واللطف إلى أن جاء اليوم الذي توفي فيه الأب وبعد انتهاء العزاء جاء الزوج وضم زوجته لصدره وقال لها يا صغيرتي لا تحزني وعندما تعجبت من كلمة صغيرتي منه نظر إليها بلطف وقال نعم صغيرتي حين تقدمت لخطبتك سألني والدك عما أستطيع فعله من أجلك ففكرت قليلا ثم قلت له أنا لا أملك الكثير يا عم ولكن أقسم لك أن أحنو عليها كما لو كانت ابنتي ومن صلبي وأن لا أجعلها تشعر بيتمن حتى وإن فقدتك عندها ابتسم والدك وضمني وقال هذا مهرها لقد زوجتك ابنتي بكت الزوجة كثيرا وعلمت أن والدها ظل ست سنوات يبحث لها عن زوج يحفظها ويرعاها ويرفق بها وعندما وجد هطمأن له وأهداه لابنته يعوضها صبر الست سنوات وقد كان والحمد لله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا